ونحيي كل رجالنا الأشاوس الأبطال للصامدين والصابيرين في خناطقهم خناة الكرامة كما نرفع عليكم تحية سيدي القيد العام للقوات المسلحة العربية الليبية بداية هذا المؤتمر نكرر تعزين الحارة إلى أسرة البطل الليواء روك المحمد بن نايل فقيد القوات المسلحة وليبيا وكل القوى الوطنية والقومية الفقيد اللواء محمد بن نايل كان مثلا للقيادة الحسنة والقدوة الجيدة في مقدمة الصفوف دائما وفي مقدمة وحداته في كل المعارك التي يخاذها مع القوات المسلحة العربية الليبية سيدي القائد العام وكل متسبي القوات المسلحة العربية الليبية يتقدمون بحر التعازي والموساء إلى أسرته وإلى قبيلة المقارحة وإلى فزان عموما في فقيدنا الرحل ننتقل الآن إلى نقاط المتمر الصحفي سنعطيكم لمحة عن الموقف العام بعد ذلك سنذهب إلى بعض الإشاعات التي خرجت على الإعلام في الساعات أو في الأيام الماضية ونصل بكم إلى الدور التركي والعلاقة مع جماعة الأخوان المسلمين للهبية الموقف العام سنتحدث خاصة على تحركات المسلمين تحركات الميليشيات والعصابات الإرهابية والإجرامية وحركة جيش تركي الغازي نزالة تركيا تدفع بمزيدا من المرتزقة ومن العناصر من الجيش تركي ومن المعدات والأسلحة المتطورة نحو منطقة غرب ليبيا ولزالت مسراتا بمطارها ومينائها قاعدة رئيسية لاستقبال إمدادات تركيا ومن المسراتا بمطارها ومينائها تدفع بمطارها ومينائها الآن يحاول الغازي التركي المحتوى أردوغان أن يجعل من قاعدة عقبى بالنافع في منطقة الوطية قاعدة ارتكاز وانطلاق لبقية العمليات الإرهابية والإجرامية من خلال تركيب منظومات الدفاع الجوي ومنظومات التشويش وكذلك إنشاء مخازن ومستودعات للأسلحة والذخير والمعدات العسكرية في هذه القاعدة يحاولون الوطاق بمطارها وانطلاق لبقية العمليات الإرهابية وانطلاق لبقية العمليات الإرهابية للأسلحة والأسلحة والإجرامية وكذلك يعتقد من المنشآت في مدينة مصراتا منشآت مدينية وعسكرية كمرافق لتمركز الجيش التركي والمرتزقة والملشيات الإجرامية مثل مطار كلية جوية وكذلك المنشآت العسكرية والمدنية في هذه المدينة مثل تحاولون مدينة مصراتا إلى قاعدة إدارية لانطلاق جهوشهم نحو منطقة الهلال النفطي الآن المنشآت 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 في مصراتا إلى قاعدة إدارية لانطلاق جهوشهم نحو الأسلحة لقد زودوا مطار القاعدة الجوية والكلية الجوية في مصراتا بمجموعة من الطائرات المسيرة والمعدات العسكرية ومنظومات القيادة والسيطرة كذلك مخازن الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية واستغلال كذلك حتى مناطق طورغة وشرق مصراتا لنفس هذه الأعمال ونزال يحاول السيطرة على بقية الميليشيات في غريان التي ترفض رفضا تاما الانسياع لأوامر باشاغا وكذلك الميليشيات في طرابلس ومناطق أخرى يحاول الآن المحتوه أردوغان تجميع هذه الميليشيات بشعار الثورة وبشعار ما يسمى بجيش السراج الآن يدفع بمزيد من الميليشيات في منطقة الثورة الثورة وبشرة حتى نشرح هذا الموقف الآن يحاول دعم ميليشيات في منطقة القدحية في زمزم بمزيد من الميليشيات الإرهابية سواء السورية سواء من بقية المدر في منطقة الثورة الثورة ميليشيات في منطقة الثورة الثورة والغريان إلى الثورة الآن كذلك يحاول المناورة على خط طرابلس بنوليد تتناي النسمة مزدة كذلك قوات ومجموعات الاستطلاع الخاصة بالقيادة العامة رصدت قيام الميليشيات بتلغيم منطقة كوبري أسدادة وتلغيم كافة العبرات على محور التقدم من الهيشة أو من الوشكة إلى منطقة مصرة قواتنا المتمركزة في مواقعها السابقة لترصد كل تحرقات العدو في كل مناطق سواء في البحر من خلال رصد البوارج التركية أو تحرق في منطقة غرب القوات أو منطقة غرب جنوب القوات العدو خلال الساعات الماضية أو خلال 48 ساعة الماضية حاول بث إشاعات كثيرة وعديدة حول انسحابات القوات المسلحة من مناطق تمركزها غرب مدينة سيرت والواقع عكس ذلك تماما بل ذهبت بعض وسائل الإعلام لنعلم ما هو مصدر هذا الخبر إلى أن هناك اجتماع ما بين سيدي القائد العام ووفد رفيع المستوى من أمريكا واتفقوا على الانسحاب من منطقة الهلال النفط وتسليمها لقوات أوروبية ونحن ننفي ذلك تماما ولا يمكن أبدا بأي حال من الأحوال أن تتاجر القيادة العام القوات المسلحة أو سيدي القائد العام بدماء أبنائه الشهداء ودماء أبنائه من القوات المسلحة وبتضحيات الشعب الليبي من أجل تحرير ليبيا من الإرهاب ومن الجريمة وندماءنا وأرضنا ليست للمتاجرة ونحن نقاتل منذ 2014 ذهبنا نعم مع المجتمع الدولي من أجل إلتاحة الفرصة للحلول السياسية من أجل تاحة الفرصة لتحييد بعض المغرر بهم ولكن لا يمكن أبدا أن يكون أي تنازل على حساب تضحيات الأبطال نعم 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 نحن لجمع الدولي ونحن نحن أقضى له بأي حسابي التضحيات الأبطال لتعود بعض منهم الذين هم محلسوا فعلى عكس هذه الإشعاعات القياد العامة القوات المسلحة دعمت كل خطوط الدفاع غرب مدينة سيرت بقوات كافية للدفاع عن المدينة وعلى مقدرات الشعب الليبي قوات قادرة على التعامل بشكل عاجل وفعال مع أي تطور في الموقف حول هذه المدينة والخيار في هذه المنطقة هو خيار عسكري استراتيجي ولا يمكن أبدا نسمح لمدينة سيرت وأهالي سيرت بمعاناة جديدة من ما رأتهم في المرات السابقة أعتقد أن هذا الأمر واضح ونبه كل وسائل الإعلام وكل الإعلاميين بعدم نشر أي خبر لخص القيادة العامة إلا من خلال هذا المنبر قوات المسلحة الآن قادرة على مشابهة أي تحديات في كل أراضي الليبية القوات الجوية في جهوزية التامة وقوات الدفاع الجوي تغطي كافة الأراضي الليبية الآن وعشرات الألاف من الضباط وضباط الصف والجنود وقوات مسندة على الأرض هذا الأمر نعمل عدم تكرار بث أي خبر إلا بعد التأكد من القيادة العامة القوات المسلحة ونحن دائما مستعدون للإجابة على أي استفسار وعلى أي سؤال من قبل أي صحفي أو وسيلة إعلام ولكن في المقابل نقدم نموذج آخر من نماذج الإرهاب المضلل وإرهاب الفتنة وإرهاب الكذب الأخواني كادوا حقيقة أن يصلوا بأكاذيبهم إلى تدمير أدبغة من يتبحم ومن يسير في ركبهم في بعض المناطق فاصلا في مناطق غرب ليبيا وذلك أقول لكل ليبي ولكل عربي أنك مستهدف فكريا ومستهدف نفسيا ومستهدف في كيانك الداخلي من قبل هذا التنظيم الدولي الإرهابي الذي يقوده أردوغاد الآن وتقوده قطر الملف الثالث الذي لدينا اليوم وهو ملف ما هي علاقة الأخوان بالوطن العربي الأخوان من بحم في ألف وتسعمائية تقريبا وتقريبا وتقريبا كان في جمهورية مصر العربية وأسس على شكل عقادي ليكون جيشا يحارب بالوكالة يحارب الدول العربية والإسلامية بالوكالة لوكالات مخابرات أجنبية ولكن بثور الثلاثين يوليو في جمهورية مصر العربية التي حمى الجيش العربي المصري خسروا قواعدهم الرئيسية سواء الفكرية سواء النفسية سواء العلمية سواء التكفرية في جمهورية مصر العربية ولكن في الرئيسية الثلاثين جيشا يحارباً من الجيش العربي المصرحين ومن خلال الله ومن خلال الربية المصرحين العربية المصرحين لديهم المصرحين والمصرحين المصرحين في درنا بنغازي إشدابيا ومثلات المصرحين بدعم قطري أصبحت تركيا ملاذاً آمناً للمجموعات المتطرفة التكفرية هذه التنظيم وهذا التنظيم العالم الإرهابي الآن أو هذه الأيام يخسر موقع آخر من موقعي في الدول العربية الآن يخسر الأردن بحكم محكمة أو محكمة التمييز في الأردن كذلك أمام ضربات التيار الوطني التونسي بدأ يترنح الآن تنظيم الأخوان بقيادة الغنوشي على الأراضي التونسية إذن الدول العربية والدول الإسلامية ترسل رسالة إلى المجتمع الدولي أن هذه جماعة هي جماعة تكفرية متطرفة وقد اتفقنا واتحدنا في هذا البند ونحن نأمل من دول الأخرى الأجنبية التعامل مع هذه التنظيمات التكفرية مثل الأخوان والقاعدة وداعش تنظيمات محددة للأمن والسلم الدوليين وأن هناك الآن اتحاد قومي عربي إسلامي من أجل دحر هذه الميليشيات الإرهابية وتقليص أوطاننا من قطرها الدهن هذه التنظيمات لا تعمل في إطار الدول الوطنية لا تعمل في إطار السيادة الوطنية بل تعمل حسب انتشار الجماعة العالمي والذي يعتبروا كل الأراضي هي ملك لهم ما علاقة الإرهابي المتطرف عبد الحكيم بالحاج الذي في 1997 قتل رجال من الجيش ومن الشرطة في درنا واشترك في عملية إرهابية في درنا ما علاقة هذا الاسم براشد الغنوشي وبحركة النهضة في تونس لتحصل على مقطع فيديو لهذا الإرهابي في 2012 يتحدث في ملتقى التاسع لحركة النهضة في تونس ويقول أن انتصار الأخوان في ليبيا أو انتصارنا في ليبيا هو انتصار للحركة النهضوية في ليبيا إذن هناك مخطط رهيب لتسييد حركة النهضة على كامل المنطقة الإقليمية سوف نشاهد لكم يقول في هذا التجمع الإرهابي إن النتائج مطمئنة لانتخابات في ليبيا على مبدأ في فترة انتخابات قد انتهت النتائج مطمئنة لصالح التوجه أو التطرف النهضوي في ليبيا وكذلك يقول في تروريس الاجتماعي أن الواقعات في الليبيا هي جيدة لهم ويبدو أن الواقعات في توليس ويستطيع لنهضة أكسترميزم لحضور مثل هكذا محفل وهو ممنوع من دخول إلى راضي تونسية نشاهد الآن الفيديو أعلم أن أذكر وهو كان ينبدأ للإنسان وكونكم تتابعون الانتخابات في الليبيا نعم فأبشركم لأن النتائج الأولية هي في صالح من سيكون خادماً للمشروع النهضوي لليبيا في شعر الآن راشد الغنوشي المتمر التاسع لحركة النهضة ويحتفي كافة الإرهابيين والإرهابيات بكلمة الإرهابي عند الحكيم بالحاش ويستطيع أن تتابعون الانتخابات في الليبيا نعم ويستطيع أن تتابعون الانتخابات في الليبيا نعم فأبشركم لأن النتائج الأولية هي في صالح من سيكون خادماً للمشروع النهضوي لليبيا في شعر الآن سنطرح بعض القضايا المرتبطة أو التي شارك فيها الإرهابيين في ليبيا وفي تونس ضد بعض أو في بعض المدن تونسية الآن سنطرح بعض الأمور في قضية الروحية يوم 18 مايو 2011 الغنوشي الغنوشي في حديث الارتباط في هذه القضية لحزب النهضة لنظيم الليبيا المقاتلة لنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي مجلس شورة مجاهدي درنا الإرهابي مجلس سورة درنا الإرهابيين الذين قاموا بهذه العملية يتبعوا المجلس السورة الإرهابي في مدينة درنا وكانوا في الجزائر مع تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي ودخلوا الأراضي التونسية وقاموا بهذه الجريمة تدخل حزب النهضة وانصار الشريعة في تونس في إطلاق صراحي مقابل دية دفعت من قبل عبد الحكيم بالحاج تنظيم الجماعة الليبية المقاتلة في ليبيا يوم 18 مارس 2015 قضية الهجوم على بردو ودى إلى مقتل 23 شخص وجرح 47 آخرين الارتباط تنظيم أنصار الشريعة في تونس وتنظيم الرهابي مصنف وفق مجلس الأمن قائمة جزاءات مجلس الأمن تنظيم الدولة داعش في ليبيا جماعة الليبية المقاتلة التي وفرت المتفجرات ووفرت الأموال العملية شبكات تسفير الإرهابيين إلى سوريا عبر تركيا القضية الثالثة قضية تنويل شبكات الإرهاب عبر البنوك والأراضي التونسية تنقل الإرهابيين من تونس وليبيا إلى دول أخرى يدير هذا التمويل الإرهابي القطري وهو ضابط في القوات الخاصة القطرية سالم جربوعي حزب النهضة التونسي كذلك بعض البنوك التي تسيطر عليها ويسيطر عليها بعض إداراتها عناصر محسوبة على النهضة قضية القضية الرابعة في ليبيا وهي قضية خلية حماس التي أعلن عنها النايب العام في طرابلس الصديق السور في 2017 نحن لدينا كل الأدلة و سنعطيكم الآن كذلك نحن متضررين من الإرهابيين التونسة في كل معرفة المسلحة الصابقة واجهنا إرهابيين من تونس كذلك من قتل الصحفيين التوانسة في مدينة درنة هم تنظيم تونسة في تنظيم داعش بإشهادة شهود الآن موجودين في السجون الليبيا ونرض عليكم الآن عمليتين انتحاريتين تمت في بنغازي بعناصر إرهابية تونسية ونرض عليكم كذلك فيديو لإرهابي تونسي يهدد في تونس من ليبيا وبعد ذلك كانت عملية بارتو ونرى أيضا فيديو آخر من تونسي يهدد في تونسيا في تونسيا يهدد في تونسيا الآن نرى الفيديو الآن نرى الفيديو أرهاب تونسي قام بعملية انتحارية في مدينة بنغازي هذا إرهابي تونسي قام بعملية انتحارية في مدينة بنغازي هذا إرهابي تونسي قام بعملية انتحارية في مدينة بنغازي كذلك هناك نقطة هامة جدا ما سمحتموه الآن هو لا يعرف منه شيء على الإطلاق تم تحفيظه هذا النص جاء في رسالة من المخابرات الجنبية وتم تحفيظه هذا النص وقام بالعملية الانتحارية أمام عسكر الساعقة بنغازي و هذا بسبب الجهل والأمي التي يعاني والفراغ الثقافي والفكري الذي يعانى منه أكثر شباب العرب لدينا مقاطع فيديو وهو يحفظون هذه الكلمات باللغة العربية الفصحة لدينا بعض الفيديوين تظهر هذا النص وقام بعملية انتحارية في مدينة بنغازي وهو يفعل ذلك لدينا وقام بعملية نظيفة واحدة تونيشين تيررست الذي اخذت من أسوساء للتاقه بنغازي لدينا قام بعملية إلى حفتر، وزبنته إلى الكفار والمشتدين الذين يجتمعون ويتواطئون في البرنامان نقول لكم مهما تواطئتم، مهما تحزبتم، ومهما استعنتم بالكفار والمشتدين فلن يضرون شيئا إلا بما كتبه الله لنا سبحانه وتعالى إن كنتم تقاتلون هذه نقطة مهمة جدا هو يتحدث الآن على الكفار وعلى المرتدين الإدارة العامة للحرب والإرهاب هي من نفس هذه الصفات يتحدث عنها ولكن هذه الإدارة تريد دولة إسلامية أو شبع إسلامية لقيادة هذه العملية حتى لا تكون هناك شبهات وبالتالي أتوى أبو تركيا لقيادة هذا الغبية التي فجرنا في نفسه في مدينة بنغازي Now as you can hear him discussing and talking about infidels and apostles and etc as you can see now things have changed they are pretending to support a state but this state is a semi-Islamic state in which they try to rely on Turkey and individuals such as this this uneducated person who gave their lives for them I send a message to the extremists and the terrorists such as this one residing in Turkey deifying Ortegaon and claiming seeing him as the next caliphate only to take a moment to look through his file his history and take a walk through the streets of Turkey and see what is there Would you ever compare Istanbul in which everything is permissible everything is permitted with the smallest Libyan village that has at least tens of mosques نذهب إلى المقطع الثالث إرهابي من تنظيم القاع داعش يهدد من طرابلس في تونس قبل باردو بأيام أو في نفس الفترة التي قالت فيها عملية باردو هذه الرسالة قد تكون وصلت ولكن وصلت على حساب أرواح بريئة على حساب مواطنين أبرياء توانسة أبرياء وكذلك سواح أبرياء هل في ذلك فخر ونفخر بهذه الأعمال التي تنفذ ضد أبرياء وضد مواطنين لا يملكون حتى قوت يومهم بهذه الطريقة البشعة هنا سنرى الثالث في هذا الفيديو في هذا الفيديو سنرى أحد من الإساس من طرابلس يخطر إلى تونس قبل باردو باردو وإذا كان هذا المساعد كانت تحضر تحضر على مقاعدة من الناس من الناس والتونسيسيين من الناس والتونسيين أين هو المساعد في ذلك؟ أين هو المساعد في تحضر تقتل وقتل 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 الناس والتونسيين؟ نشاهد الآن هذا الفيديو ولا يتطرى أبريس كذلك نشاهد الآن في هذا الفيديو وكما ترى أنه يقول هذا الفيديو هو المساعد في ترابلس المساعد في ترابلس بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله الذي مكنا للدولة الإسلامية أن تتمدد في أرض ليبيا وها نحن اليوم نحديثكم من الولاية ترابلس ونستنفيركم يا أحبتي في الله في تونس أذكركم بقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إخوتي انفروا وكثروا سواد هذه الدولة فوالله بعد النهر شكرا أخو المحمد طبعا هذه رسائل إرهابية متعددة إلى كل الدول العربية والإسلامية أن السيد المشير خليفة بالقسم حفتر درع من دروع الأمة العربية ودرع من دروع الأمة الإسلامية بذيق الوقت نحتذر على المواصلة شكرا لكم وحييكم ونفقكم في مؤتمر صحفي قادم بإذن الله تعالى نحن 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 نخرج من الوقت شكرا لكم نراكم في المؤتمر المتحدة يمكن نحن نحن نقوم بإذن الله تعالى ونحن نحن نراكم في المواصلة في المؤتمر الصحفيين وديهم قادم بإذن الله تعالى شكرا